مرحبا حبايب الشيونكم وياكم عراقي من قناة مختارتك وشاومي بالاحتفال للذكرة السنوية هذا اليوم تنطينا المي عشرة ألترا بعد ما بدايتها مع المي واحد ونطتنا الألترا اللي هو تحسينات عن المي عشرة برو لكن هذي التحسينات راح نتعرف عليها اليوم هل هي تسوى انه تشتري مستقبلا لانه حاليا هذا الهاتف فقط داخل الصين خلينا نوضح الأمور المهمة بالفروقات عن المي عشرة برو واللي مشى في المي عشرة برو عندي أكثر من مراجعة إلى بعض تجربتها تقدر تشوفها تطلع أمامك أو تقدر تدور عليها داخل القناة فبداية نوشينا حين تصميم الأبعاد والأطوال كلها تقريبا نفس الشي لكن زيادة بالسماكة وزيادة بالوزن وأيضا التصميم الخلفي اللي يحتوي على الكاميرات الرباعية أو المستطيل البارز من الغطاء الخلفي البنش هول أو القطع في الشاشة الأمامية هو نفسه ونوع الشاشة أيضا هو نفس الشاشة نفس الكونتراكس نفس كل شي تقريبا ولكن الإضافة الجديدة هي 120 هيرز من ناحية تحديث الشاشة مقابلها 240 هيرز من ناحية معدل اللمس أو الاستجابة على الشاشة فهذا أول الأمور المهمة مع الشاشة نعم ذكرت شركة شاومي أنه هذه الشاشة راح تدعم الـ HDR10 مع دعم الألوان العشرة بيت وهذا موجود أصلا 110 برو يعني ما يكون فرق بهذا الموضوع ننتقل إلى مسألة المعالج فالمعالج هو 865 ما تغير شيء اللي تغير هو هنا نوع الذواكر ونوع التخزين فالذواكر العشوائية هنا ستقدم لك بداية من 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت من نوع الـ LPDDR5 فهنا راح يكون فارق شاسع بالأداء كسرعة رامات من ناحية تشغيل النظام أو حتى تشغيل التطبيقات بالإضافة لنوع التخزين 122 و 256 جيجا بايت والـ 512 جيجا بايت راح يكون نوع UFS 3.1 واللي راح يكون أسرع من نسخة 3 اللي مؤددة مع الـ 110 برو نعم راح تكون سرعة ولكن الفارق راح يكون جداً واسع إذا كان هذا النوع التخزين هو من سامسونج لأن سامسونج الوحيدة اللي قدمت أسرع نوع تخزين لحد الآن أيضاً من الانتقال إلى الكاميرات الرباعية شن التغيير عن الـ 108 ميجا بيكسل أو حتى الزوم نلاحظ الغطاء الخلفي اللي يحتوي على الأربع كاميرات ونلاحظ الكاميرا الأمامية والكاميرا الأساسية الأولى اللي راح تكون هي أول عدسة 120x من ناحية الزوم راح نلاحظها إذا نلاحظ أن هذه العدسة هي كروية أو شبه كروية يعني بارزة إلى الأمام هذا الشي راح ينطيك أنه حجم المستشعر جداً كبير تغير عن النسخ السابقة من ناحية كعدسة البيروسكوب اللي تنطينا لغاية الخمسة اكس من ناحية الأوبتكال أو البصري وصلنا إلى 120x اللي هو هجين ما بين الديجيتال أو ما بين الرقمي وما بين البصري بنفس الوقت وهذا المستشعر أيضاً يقابل حجم البيكسل اللي راح يكون هو 1.4 ميلي مايكرون وهذا حجم البيكسل راح يساعد على وجود الـ 48 ميجا بيكسل هذه الـ 48 راح تكون جداً كافية مع عدسة البيروسكوب من ناحية الزوم أيضاً بالعدسة الثانية اللي أيضاً هي تكون 48 ميجا بيكسل الأساسية للتصوير واللي راح تلاحظ أنه تختلف عن المية وثمانية هل عدد الميجا بيكسل راح يأثر؟ دائماً نقول لهم عدد الميجا بيكسل ليس ضروري وأساسي الشركة هنا قللت الميجا بيكسل مقابل حجم بيكسل أكبر 1.4 ميلي مايكرون وحجم المستشعر اللي مستخدم مع عدسة 1.32 ميجا بيكسل من ناحية التقاط الصور أو حتى مع تصوير الفيديو ولن ننسى أنه حتى البيروسكوب مدعومه مع OIS أو التثبيت البصري فالأمور بمفترض أن تكون تمام الـ 110 Pro أنا في وقتها لاحظت الكاميرات من ناحية OIS ماكو أي دعم هو EIS والEIS جداً تعبان مع كل التحديثات فالـ 110 Pro للأسف والنصف اللي كانت عندي كانت تعاني من مسأة الـ EIS أو التثبيت الإلكتروني أثناء تصوير الفيديو فهذه النقطة حبيت أوضحها الفرق عن هذه النشختين أيضاً 12 ميجا بيكسل عدسة ثاثة ما أعرف لي سموها تليفوتو هي Portrait Mode والخاصة مع وجود 2X Optical Zoom هذا 2X ستساعدك على التقاط الصور الشخصية بالإضاءة المنخفضة تقدر تقوم بعمل زوم مع تفاصيل كاملة لأنه غاية 2X ستكون البسافة جداً بسيطة ولا يدخل وياها الرقمية أو الهجين بحيث يسوي لك نويز معين بالصورة والعشرين ميجا بيسل هنا الألترا وايد عودنا على هذا الرقم موجود بكاميرا شاومي ولكن هنا غيرتنا المستشعر وأيضاً كبرتنا زاوية التصوير لغاية 122 درجة فهذه زاوية جداً ممتازة من مفترض أيضاً نحصل على تفاصيل كاملة بدون النويز اللي دائماً يصير مع كاميرات أو عدسات الألترا وايد خاصة مع حواف الصورة بالحديث عن تصوير الكاميرات لغاية 8K فأيضاً دعمت الشركة بتقنياً والسوفتوير أنه يستطيع استخدام عدسات الزوم أيضاً مع تصوير الفيديو وأيضاً حتى مع الألترا وايد فهذه الأمور جداً ممتازة على هذه الكاميرات بالإضافة إلى مسئلة الكاميرا أمامية أو البنش هول اللي يحتوي على 20 ميجا بيكسل نفس الكاميرا السابقة ماكو أي تغيير بيها واللي أيضاً لها قدرة تصور لك الفول الأجليلي كل 30 طابل 2 واحدة فبالتالي هذه الكاميرات حصلت على نمبر وان بمسلة اختبارات دي اكس او مارك 130 نقطة بالإجمالي وأيضاً حتى مع الصور ومع الفيديو فالاختبارات كانت على هذه العدسات بدون استخدام أوضاع النايت مود وأوضاع أخرى من الكاميرا فمع عدم استخدام الأوضاع حصلت هذه النقاط ولو أنا ما اقتنع بيها اختبارات دي اكس او مارك أحسن أحياناً النسخة اللي توصل لهم تختلف عن نسخ المستخدم الطبيعية أيضاً الحديث عن مسلة البطارية 4500 ميلي آم هنا هي نفس البطارية السابقة لكن ضابطنا الشركة رقم 120 أيضاً اللي هو 120 واط لشحن الواير واللي يشحن لك البطارية من صفر إلى مية خلال 20 دقيقة أو 23 دقيقة تقريباً من ناحية شحن الوايرلس اللي يدعم لك 50 واط وهذا الخمس سينوات راح تقدر تشحن البطارية بالكامل خلال 40 دقيقة بالإضافة إلى الربيرس شارج أو الشحن العكسي اللي وراح يكون بقدرة عشر واط نفسه موجود معه مية عشر برو إذا ما هو الاختلاف عن نسخة المية عشر برو أولاً مسألة زيادة مية عشر هيرس كتحديث شاشة مع دعم معالج ثمانية خلال كوالكوم وجود معدل اللمس وجود كاميرات تحسينية أفضل من مية عشر برو من المفترضن حسب ما ذكرت الشركة وجود مية عشر نوات كشحن سريع وأيضاً الشحن الوايرلس بالإضافة إلى كل هذه الأمور مجموعة مع هاتف رح يكون مدعم بطبقات مينغرافيت مع تقسيم البطارية إلى قطعتها مثل ما نلاحظ بالصورة أمامنا البطارية تم تقسيماً بهذا الشكل كل أنواع الشحن اللي تعبر المية واط رح تكون بهذا الشكل أنه تشحن البطارية الأولى ثم البطارية الثانية كخلايا مقسمة ويفصلها ويحميها ست طبقات مينغرافيت اللي يساعد على تمديد وتقليل الحرارة والضغط على البطارية خاصة مع قدرات الشحن السريع العالية اللي توصل إلى 120 واط فبالتالي هذا الجهاز بالصين حالي 760 دولار سعره لنسخة 822 وصل إلى 1000 دولار نسخة 16 مع 512 جيلي بايت هذه أسعار فقط بالصين الأسعار العالمية أو انطلاقها ما نعرف أنا أتوقع ممكن أن نرى عالمياً ممكن يعني ولكن ننتظر الأيام الجاية ونرى هل يدعمه أو لا فبالنهاية شو رأيك مع هذا الهاتف هل هو يسوء أن تشتريه أو لا أنا برأيي الشخصي إذا لم يشتري 110 برو فهذا سيكون ترقية جيدة بالنسبة للكاميرات بالنسبة لمسأة أنواع التخزين والرامات سيكون فارغ شاسع وبالنسبة لـ 120 هيرز أيضاً المهتمين بهذا الأمر لأن شركة شاومي تستخدم قطعة تحت الشاشة حال حال وان بلاس وهذه القطعة التي ساعد على تقليل أو الحركة السريعة أثناء تشغيل الفرايمات العالية سواء مع الإلعاب أو تشغيل محتوى على الشاشة فبالنهاية تركنا رأيك بهذا الهاتف ولكن ستشغل في القناة فعل زر الجرس مزيد جلات قادمة من مختارتك ترجمة نانسي قنقر